ترجمة نانسي قنقر هالأسبوع الأليم هالأسبوع العظيم واليوم كمان رح نحكي عن الاستشهاد والشهادة كل التفاصيل بهاللقاء بان ميشيل صباح الخير صباح النور أهلا وسهلا فيك بان ميشيل يعني بلشت الحديث مبارح تحديدا عن الشهادة والاستشهاد واليوم أيضا رح نحكي عن الشهادة والاستشهاد خاصة أنه برسالة البترك لسنة 2017 هي مخصصة عن الشهادة والشهادة تحديدا نحن كيف منفهم ومنتأمل بهذه الرسالة وكيف فينا نعيش شهادتنا وما بعد في إذا كمانا كلنا لازم نكون في بفكرنا الاستشهاد أيضا نعم الكنيسة المارونية أعلنت هالسنة 2017 من عيد مار مارون عليه السلام إلى عيد مار يحنى مارون باثنين قدار 2018 سنة الشهادة والاستشهاد لحتى أن نعطي الإيميل المحقة لشهدائنا بهالظرف يلي فيه الدم عم بيعب شاشات التلفزيونات والحقيقة هي اللي عم بيمس بقلب كل إنسان عنده إنسانية من أي دين الكل لأنه الدين واحد بالنسبة هو لأله والطوايف هنه مسيسة للدين ولكن ما حدا بيقف قدام مشهد اللي شاهدناه في مصر مبارح إلا ما بيتأثر أكثر من أي وقت تاني لأنه كان نهار الطفولة والأمومة بالذات اليوم إذن عندين هل كنيستنا لهالسنة يكون نحورها الشهداء يلي ماتوا أكيد يلي استشهدوا بلبنان من حرب الخمسة والسبعين وما قبلها حتى بالرسالة حاطين من أول شهداء المارونية 350 الراهب اللي منعيد لهم صار لهم هلأ 1500 سنة 1400 سنة على ذكرهم تقريبا إذن حتى آخر شهيد عم بيسقط وما في شك إنه لبنان بس يحكي بالشهادة بيحكي كمسيحيين عن كل شهداء المسيحية وما نبارك لكل شهيد بحسب اعتقاده إلا الانتحاريين ما في تكري حالهم شهداء هذه ما في أي دين بأييد لهم هالطريقة الموت اللي فيها بقته الآخرين فالتأمل بمفهوم الشهادة والاستشهاد جوهريا وبالمعنى المفهوم الفلسفي ضروري تحت تلك المجتمعنا وكنيستنا يفهموا أكتر مين شهيد ومين مش شهيد ولا بيصير ما تأخذين كل واحد رايح انقتل هو عم بيسرق شي معي يعتبر الشهيد للاعلان والدعاية لحزب معين أو لطرف معين أو شي من هالنوع والاستشهاد هو إذا عندما يقتل شخص بريء لسبب دين أو عقيدة أو رأيه معين يعني أو لونه أو شكله بس بيكون بريء عم يتعرض للقاتل من دون ما يكون عنده الإمكانية والاستعدادة يدفع عن نفسه فهنا الشهيد هو البريء مش هناك بكنيستنا من شبه بالحمل كما شبه هالمسيح استنادا إلى الأنبياء قبل ما يجي السيد المسيح مثل ما كتب بالأنبياء وخاصة بمر إشعية سيقك الحمل إلى الذبح وكشات أمام الجزار لم يفتح فه هلأ بإشعية بقول أنه السلام وقد يجي المسيح وقد يصير فيه سلام والذئب والحمل بيعيشوا مع بعض وما بيدر الذئب الحمل ما بيهجم عليه فبيتسأل أنه قداش الحمل رح يضل يحمل قداش رح يضل فيه حملين بشكل أنه هالذئب دال يأكل ذئب دال يأكل حملين أم رح الزئب يصير عندك نوع من الأعجوبة التطورية بعقل البشر وكيف إيده عن الأبرياء وإذا عنده مصلحة سياسية واجتماعية وقصدية يحل بطريقة أنسب تكون أكتر إنسانية بهلأ مع ما هيدي يبدو على ما نشوف بالعالم أنه المسيح والصليب هذا الكلمة الله هذا الذي أتى وتجسد وقال عن نفسي أنه هو الحق هو الحق والحياة يبدو أنه كلما أجأ ولد هذا الحق في زمن طاغية معينة بيقول له متأسف لك خلقت بالوقت الغلط بدي أمحيك وخلق عند غيري أرجع بين عند غيري ويأعتقد التغاط بأنه قادرين يقتلوا الحق ولكن الحق أقوى أنه يعلو ولا يعلى عليه تغاط كثير مرأوا أكان لأي سبب كان كانوا تغاط سواء لمرض نفسي سواء لبعد اقتصادي سواء لحب السيطرة كله هي عقد نفسية بالنتيجة ما حدا بيملك زيته للمال والسلطة لما يكون عنده عقدة النقص بيحب يكون أهم أو أكبر أو يسيطر أو غيره بسميهم أسياد الكون يعني أنا كلهم زالوا ومرأوا سواء بالتاريخ الديني أو بالتاريخ الاجتماعي حقا وبقيوا أصحاب الحق أصحاب الحق الصحيحين الإنسانية علي أن تعطيهم حقهم برفع اسمهم رفعت بجوزة مسيل لألهم نصب تذكارات مثل ما بيعملوا وعندنا في لبنان كثير منهم وكما أنه شاهد الديني الذي استشهد على صورة سيد المسيح الذي مات على الصليب وأعطى هدر دمه أعطى دمه بكل حرية قالوا أنا هو الحمل اقتلوني ووفروا على الكل أنا بدي موت على الكل تتصالح للغفران وأهم نقطة بها المحور الشاهد والاستشهاد هو أنه الشهيد بدي يكون غافر للقاتل قبل ما يقتله هاي النقطة الأستشهاد أنه تفضلوا اقتلونا خطيتكم مغفورة سلف ومدفوع دمه بدم المسيح وشو اللي مطلوب بالمقابل مش منا مش منا الذي يزبح من إله الكون ياللي إذا بيقام له فيه ناس أنه هذا القاتل يخلص مطلوب أنه يخلص يرتد من هون إجت الكلمة التنبارح حالجملة القوية على لسان المطران الشهيد العظيم أغناطيس الأنطاقي أنه زرع أنه دم الشهداء دم الشهداء زرع الكنيسة هاي أول 300 سنة من الكنيسة من قبل ما يعترف فيها أستنطين أدمن أتى المسيحيين دمهم فرخ الكنيسة صار كل ما يقتل المسيحيين يزيدوا بطل ما ينقصوا واليوم هالشها هذه زيتا بقول هوني أم جيب هالكتاب لأني أحب أرشي ديما من غيري أم أكون أفكاري المرحوم الأب ميشيل حيك هذا منسميه من أنبياء يعني نحن بفكره المتصوف بيقول هالكلمة بالكتاب إذا كف المسيحيون عن الوقوف والمطالبة والمعاندة لسبب من الأسباب إذا كفوا عن مطالبة بالقضية الروحية في سبيل مشروع الحرية لهم وللآخرين أو لأي سبب آخر إذا ما كفوا لأنهم يأسوا أو انسحبوا أو اغتربوا عن الشرق أو نفضوا التراب الشرق أوسطي عن أرجلهم أي أنهم إذا تركوا الفخاري كسر بعضه وراحوا عند إذن الدورة مش عليهم الدورة مش على اللي بيروح الدورة على اللي بيبقوا الدورة على اللي بيبقوا بالشرق وما في مسيحيين بيناتهم شو بيقول الويل لكم إذا تركوكم معروف مين عم بيقول لها مين الويل فإذا كان وجود المسيحيين مصيبة على بعض الناس بالشرق فغيابهم مصيبة أكبر الشرق مش بس لبنان الشرق اليوم قد يكون جحيم بسبب المسيحيين يلي شفنا أنه دواعش أكتر شي ركزوا على وبمصر الصليب والكنيسة لأنه هاي شاهد كنيسة والصليب كله هيدا شاهد وفضلوا أنه نحط نون وقتها أنا رفضت عتلي اللي ميرتلهم ممنوع نستعمل النون بأي طريقة من الطرق فإذا كانوا هن الجحيم إذا تركوا بدوا يصير عدم بيصير عدم والعرب والعروب بشكل عام يلي توجه لهم فخرة الرئيسة ديك مرة بخطابه المهم بالقيمة العربية بيصيروا عبرة لمن يعتبر لأنه بدوا يرجع يقطلوا بعضهم ما فيه مسيحيين فيش خلقه فيهم إذا فيش خلقه بعضهم للاسف نحن كفل المحرقة أبونا يعني بهذا المعنى لازم نكون دايما لحتى نهد الوضع ويوعوا الناس إذا بدك ويرتدوا لأله بهذا الإتار حضرتك عم بتصوي بهذه الفترة يعني مش نحنا مش أنا اللي إلتا هو المسيح الذي قال أرسلكم كالخراف بين الذئاب بعدين توبى لكم إذا اتطهدوكم معيروكم مكزة من أجل اسمي لكم المجد والسمى وبطاعة لهم ما من تلميذ أفضل من معلمه كما كان هو الحمل يلي أخذ محل إسحاق يلي كان إبراهيم بده يدبحه وأخذ محله المسيح نحن مسيح نحن المسيح أنت المسيح هو المسيح ما فيه يعني نحن جسد المسيح السري ويجري علينا ما جرى عليه لنبقى شاهدا لأن الله أب والله سلوس والله هو يعطي الحق والحرية والحق يحرر الروح القدس يحرر قبل ما يخلص وقتنا نحن بعد عنا سوين قليلة برأة دي مهم لكن المسيح يسمع يمكن يحس أنه حاله ضحية بمحل معين بس قد مهم دايما يفكر أنه دين المسيح هو دين القيامة نحن مش بس عايشين على الأرض نحن انتصرنا على الموت مع قيمة يسوع المسيح يا اللي منشهدها نهار السبت نقال الله راض وهي كل يوم نحن فينا نعيش القيام لأنه يسوع إجاب من ألفين سنة وأكثر لحتى يوضح هيدا النقطة تحديدا ونحن على هالأساس مسيحية هيدا اللي منشهد لأوله كل نهار أحد من روح للإديس كل شخص بيترك بيته طيب روح للإديس بيكون بلش يكون شاهد من بيته للإديس كل شخص بيحمل مسبحة بيكون نعم بيشهد لها القيامة كل إنسان بيقول أنا بدي أثبت ومحل ما الله خلقني بدي يبقى ومحل ما برزق بلزق ولو بدون يقتلوني لأنه أنا شاهد للمسيح هيدا بيكون شاهد للقيامة واكتر فلاسفي والاهوتيين قالوا حتى بالجيوش حتى بالجيوش البحارب عادي الجيش المسيحي البؤمن بالقيامة بيبقى عنده قدرة التضحية والفداء بيفضي غيره ياللي خايفين شو بده يصير فيه من بعد الموت وقالها الشاعر سعيد عقل الله يرحمه يقول جيش لبنان أقوى من جيش الجيران من إسرائيل ما اليوم مرة أو كل ما الليلة لأنه نؤمن بالقيامة بينما أخوتنا اليهود ما عندهم بعد قيامة ولا مسيح بقى بس بدهم يموتوا بمتحساب مشان هايك إسرائيل بتضبضي بمين قتلوا وبين ماتوا ما عندهم قوة القيامة فينا هي الشهادة بتصرفنا بسلوكنا بوجنا ببسمتنا أهم شيء منغفر بيت مخطاي بيقولولنا منغفر الله يعفى عما مضى ومنقلع ومنمشي الحمد لله لحد الله كمسيحيين في الشارع سابتين بالرغم من كل شيء وما في إلا إشهد أنه في كثار من المسلمين يشهدون معنا لهذا الحب والغفران والحق وبهذا كل مسلم وكل غير مسلم يؤمن بالحق ذاته ويحترم الإنسان هو مسيحي بالقوة إلى أن يصبح مسيحي بالفعل يا بعمادة الدم يا أما ربنا هو اللي بعمده بالروح القدس بطريقته هو نحن ما علينا كيف نحاسبه كيف يقلس الناس أبميشيل روحانة الأنتوني بدأت شكر حضورك معنا بنعطي موعد معك بكرا الله رات كمان لحتى نتابع بمواضيع أهلا وسهلا فيك أهلا مبارك أول عمرك أسبوع مبارك على الجميع مشاهدينا فاصل ونرجع اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة